لما نتكلم عن بيثان وجواني تتابعون هذا الج fav بس بس لما نكون مقطع عدد مختلف ما تتابعونوا اليوم لدي اك ведerث也是 تحدي داخلكم سوف minuxывать في الوصف اذا وصل ال 1000 лай Kes سوف يكون اكدت لكم جائزة خرافية اذا وصل الله Review بكرا لديه مقطعين عن بيثان وجواني مقطعان اليوم سوف نتكلم عن للتنيج الذي يتكلمون عن بيثان وجوانذ لكننا اليوم سوف نسحبوا مجرود وناخد مشاهدات على ظهرهم في اليوم سنتكلم عن اليوتيوبر اللي واقفين مع بيسان واليوتيوبر اللي واقفين مع جواني يلا نبدي اليوتيوبر الاول اللي هو برهم صراحة برهم واحد من اكثر اليوتيوبر اللي احب اتاب على المقاطعة جدا خرافية طبعا برهم اتكلم عن الموضع من حوالي 6 ايام ولاحظنا انه برهم تقريبا نقدر نقول هو واقف مع جواني من طريقة كلامه بالمقطع ويتمسخر ولكن كأنه هو كان واقف مع جواني اليوتيوبر الثاني واللي هو دراد دراد الصراحة هو واحد من اكثر الاشخاص اللي احب محتوى للمحتوى جدا ممتع ولكن مشكلته صراحة انه لما سوا مقطع على بيسان وجواني حسيته مش كثير كان فاهم القصة وطبعا هو كان واقف مع بيسان اليوتيوبر الثالث اللي هنتكلم عليه واللي هو احمد ابو الرب طبعا احمد ابو الرب ما يحتاج نقول انه هو طلاع وتمسخر عليهم في ثيراتهم فهو يعني نقدر نقول عليه يوتيوبر محايد مواقف مع احد وصراحة مقطع جدا اخراطي كان الراحة اليوتيوبر الرابع واللي هو صفا طبعا اتوقع اغلبكم تعرفون صفا من المقطع اللي نزلتها قبل تقريبا اسبوع اللي كان في جواني يرد على صفا ومدر ايش هاد المقطع يعني شفتو اكيد صفا كانت واقفة مع بيسان وحتى بالبيت تبعها وبشكل كبير الراحة اليوتيوبر الخامس واللي هو ريدر ريدر الصراحة كثير احب محتوى طبعا الريدر نزل بتقريبا من الحوالي يوم واتكلم فيه عن الموضوع بس الصراحة انه واقف مع جواني بشكل كبير حتى لاحظنا انه هو طلع تسجيلات يعني قديمة وبنفس الوقت صار يقول انه ام بيسان كانت تقول انه هي تطلع مع جواني مصلحة مجرد بتجيب جمهور فيا هو مع جواني طبعا في كثير يوتيوبار منهم انا يعني اذا حابين اكون اكو جزء ثاني وقلكم انا يوم نواقف يعني بصراحة مثلا اكثر يوتيوبار وقلكم يوم نواقفين خلينا مثل ما قلنا نوصل التحدي قلنا عليه واللي هو الف لايك على هذاك المقطع اتمنى صراحة جدا تدعمون المقطع هذاك وبنفس الوقت تدعمون هذا المقطع وبس مع السلامة اشتركوا في القناة